السلام عليكم ورحمة الله في هذا الشرح الجديد سنتعرف لطريقة الحصول على RDP باستخدام لينوكس ومنصة الحوسب السحابية DigitalOcean باختصار الذي سنقوم به هو أننا سنقوم بإنشاء السيرفر يحتوي على لينوكس ثم سنقوم بتنصيب بيئة سطح البكتب ثم تنصيب البربجي التي ستمكننا من التحكم في هذا السيرفر عن بعد كما نتحكم بأي حاسوب آخر إذن أول خطة سنقوم بهذه الذهاب إلى DigitalOcean إذا لم يكن لديك حساب في DigitalOcean يمكنك النقر على الرابط في مربع الوصف من أجل تسجيل حساب في المنصة إذن أول خطة نقوم بتسجيل الدخول إلى الحساب ثم نقوم بالنقر على Create ثم Drop Edge نقوم باختيار أوبونتو نسخة أوبونتو سيرفر العشرين أربعة ثم نقوم باختيار الخطة المناسبة طريقة اختيار الخطة بسيطة اختر الخطة حسب طريقة أو نوع الاستخدام التي تريد استخدام هذا الRDP إذا كنت بتلا تريد استخدام هذا الRDP في مهام تتطلب قدرة حاسوبية عالية اختر القدرة الحاسوبية التي تناسب طبيعة الاستخدام إذا كنت بتلا تريد استخدام متوسط اختر المواصفات المتوسطة وما إلى ذلك من ديسبري سأقوم بتحديد Premium Intel على هذا الشكل ثم اختيار خطة الـ 11$ في الشهر طبعا هذا السيرفر يمكنك استخدامه أي وقت تريد وإلغاؤه في أي وقت تريد طبعا طريقة المحاسبة هي 0.018$ في الساعة إذا نقوم بالنزول على هذا الشكل الآن سنختار الـ Data Center يمكنك اختيار الـ Data Center التي تريد هناك العديد من الخيارات الآن نقوم بكتابة الرقم السري الخاص بنا الرقم السري مهم وهو الذي سنستخدمه من أجل التحكم والاتصال بالسيرفر إذا نقوم بالنزول هنا نقوم بإدخال الاسم الذي نريد تسمية هذا السيرفر به مثلا MyRDP على سبيل البتال ثم نقوم بالنقلة Create Droplet إذا تم إنشاء الـ Droplet الخاص بنا نقوم بالنقلة على Copy من أجل نسخ الـ IP Address الخاص بالـ Droplet أو السيرفر على هذا الشكل الآن نقوم بفتح أي برنامج يمكننا من الاتصال بالسيرفر عن طريق الـ SSH أسهل برنامج هو برنامج البوتي تستطيع الحصول على برنامج البوتي مجانا إذا بوتي فقط على هذا الشكل والدخول للموقع الرسمي للبرنامج وتحميله للـ Windows إذا هذا هو البرنامج فقط تقوم بنسخ الـ IP Address ثم Open ثم Accept ثم تقوم بكتابة اسم المستخدم وفعلها الحالة Root ثم الرقم السري الذي قمنا بإدخاله قبل قليل إذا ثم Enter إذن قمنا بتسجيل الدخول للسيرفر بالنسبة لي سأقوم بالاتصال بالسيرفر عن طريق برنامج آخر وهو برنامج طبي إذن بالنسبة لي سأقوم بكتابة SSH ثم Root وهو اسم المستخدم ثم Add ثم الـ IP Address الخاص بالسيرفر إذن Enter إذن Yes ثم الرقم السيري إذن اتصلت بالسيرفر بنفس الطريقة إما بوتي أو برنامج طبي بالنسبة لي إذن Clear من أجل تنظيف الشاشة الآن سأبدأ بتنصيب البرامج التي سأحتاجها إذن أول خطوة سنقوم به هي تحديد الحزم إذن Update Update إذا كنت تريد فهم أوامر Linux يمكنك بتابعة هذه الدورة من أجل تعلم أوامر Linux إذن Enter إذن أول خطوة سنقوم بتنصيب بيئة سطح المكتب التي سنستخدمها في هذه الحالة سنستخدم بيئة سطح المكتب Xopunto لماذا Xopunto؟ لأنها مبنية على XFCE و XFCE لا تستهلك الكثير من موارد السيرفر إذن Update Install على هذا الشكل ثم مسافة ثم زبونتو زبونتو على هذا الشكل ثم بعد الوقت لسا تظهر لنا هذه الشاشة نقوم باختيار Light HDM إذن تم الانتهاء من تنصيب بيئة سطح المكتب Xopunto الآن سنمر لتنصيب البرمجية التي ستمكننا من التحكم بالسيرفر هذه البرمجية هي برمجية X2Go إذن سنقوم بكتابة Opt Install على هذا الشكل ثم X2Go Server على هذا الشكل ثم Enter إذن Yes مرة أخرى هذه المرة سنقوم بتنصيب برمجية X2Go Server X Session إذن Enter Server إذن انتهينا من تنصيب X2Go على السيرفر الآن سنقوم بتنصيب النسخة Client النسخة التي سنستخدمها في الحاسوب من أجل الاتصال بالسيرفر إذن سنفتح المتصفح ثم سنقوم بالبحث عن X2Go سنقوم بالدخول إلى صفحة التحبيل ثم نقوم بالضغط هنا من أجل تحميل نسخة الويندوز إذن نعمل Save وننتظر انتهاء عملية التحميل من أجل تنصيب البرنامج إذن بعد انتهاء عملية التحميل نقوم بالذهاب إلى البرنامج وهذا هو البرنامج على هذا الشكل نقوم بتنصيبه إذن Yes ثم I agree Next Next نقوم بالنقع على Finish إذن بعد انتهاء التنصيب نقوم بالبحث عن X2Go على هذا الشكل ندخل البرنامج ثم ستذهل لنا هذه النافذة هنا نقوم بكتابة ال IP Address الخاص بالسيرفر وهنا نقوم بكتابة اسم المستخدم الخاص بالسيرفر الاسم الافتراضي هو Root ثم OK هنا تحديدا نقوم بتحديد بيئة سطح المكتب التي قمنا بتنصيبه بالنسبة لنا قمنا بتنصيب بيئة سطح المكتب XFCE على هذا الشكل إذن نقوم بالنقر مرتين ثم نقوم بكتابة الرقم السري الذي قمنا بإعداده في البداية بداية إنشاء السيرفر ثم OK إذن Yes إذن كما نلاحظ هذا هو سطح المكتب الخاص بناء المبني على لينوكس وخدمة الحوسبة السحابية Digital Ocean يمكنك تكبير النافذة على هذا الشكل إذن هذا هو نظام التشغيل الخاص بناء المبني على لينوكس ومنصة الحوسبة السحابية Digital Ocean طبعا تستطيع استخدامه كما تستخدم أي نظام تشغيل آخر مثلا هنا لدينا البرامج هناك الكثير من البرامج المتبتة مسبقا هناك التيرمينال هناك متصفح الملفات على سبيل المتال هناك مثلا المتصفح إذن الويب براوزر على هذا الشكل هناك أيضا التيرمينال لأن هذه هي التيرمينال مثلا سنقوم فقط بعرض معلومات الشبكة إذن if config على هذا الشكل إذن هذه المعلومات الشبكة الخاصة بالسيرفر الذي قمنا بإنشائه هنا يعني المتصفح مثلا سنقوم بإجراء عملية بحث بسيطة هذا الشكل مثلا سنقوم بإجراء اختبار بسيط للسرعة تم كانوا لاحظ سرعة الانترنت لا بأس بها إذن كما نلاحظ سرعة الانترنت لا بأس بها إذن كان هذا الشرح شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر